يكون في عقوبات من لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد المنداري لطلب شرائط المباراة عشان طبعا كل ما فيها من تجاوزات واللي أخطأ هيتعاقب واللي أخطأ هيتعاقب وفي نوع من الشفافية ما فيش تفضيل لون على لون أو فريق على فريق اللي زي ما قلت وأكدها كابتن محمد فضل مرة واثنين وثلاثة أي حد أخطأ هيتعاقب القمة في معادها لازم أأكد القمة في معادها لازم ده طبيعي جدا كل الدنيا بتقول لا هيتأجل لا مش هيتلاعب دخل معنا مبارح الأستاذ عمر الجنيني وقال لك القمة في معادها وجالنا خطاب الأمن والنهاردة بيأكدها كابتن محمد فضل خلاص يوم من الاثنين بكرة ما فيش اجتماع طبعا للجنة اللي بتدير اتحاد الكرة هم كلهم برا لكن بكرة يبقى في اجتماع للجنة الانضباط هتكون الساعة 11 الصبح بطلب من رئيس لجنة اللجنة أو اتحاد الكرة وهيكون فيه قرارات عشان الإساءة اللي حصلت أمس في المباراة والقرارات اللي هتطلع دي هتصدر بناء على أربع حاجات هقولها لكم تاني تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وتقرير منصق المباراة وأخيرا طلب الحصول على الشرائط شرائط رسمية للمباراة طبعا من القناة النقلة عشان يتم إصدار الواقوبات بعد مشاهدتها وعلى فكرة رئيس لجنة الانضباط المستشار سيد بن داري كان متواجد في المباراة وشايف كل حاجة ولجنة الانضباط هتحقق في أي شكوى هيتم تقدمها من أعضاء اللجنة الخماسية وفيه يعني فيه ما لا يدعو للشك إن الإدانة هتطول بعض اللعيبة وعلى رأسهم محمود كهربا اللي الوحيد جيه فيه تقرير حكم وشي كبالة وإمام عشور يعني بالنسبة للتلاتة دول هيبقى فيه عكوبة رسمية ممكن بقى لو شافوا حاجة تانية ما هيعملوه يعني التلاتة اللي هيدعو للشك إن التلاتة فيه عكوبات